قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن أي مرونة في التفاوض حرصا على دماء الشعب الفلسطيني يوزيها استعداد للدفاع عنه ودع هنية الفلسطينيين في القدس والدفة الغربية والأراضي المحتلة إلى شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان مطالبا العالم العربي بالتحرك لإنهاء التجويع في غزة اشتركوا في القناة